موسيقى موجز أخبار الثالثة من يو تي في أهلا بكم أحيا ملايين مراسم زيارة الإمام الكاظم وسط إجراءات أمنية وخدمية مكثفة شهدتها لعاصمة بغداد وقال مراسلنا إن القوات الأمنية باشرت بفتح الطرق المحيطة بمدينة الكاظمية ورفع جميع المواكب الخدمية من جهتها أكدت مديرية المرور العامة بدء التفويج العكسي للزائرين إلى مناطقهم في بغدادة والمحافظات بمشاركة وزارات الداخلية والدفاع والنقل وسط انسيابية الحركة في شوارع العاصمة نقش رئيس الوزراء محمد شيع السوداني مع السيناتور الأمريكي كريس بان هولين جهود العراق المتوصلة في مكافحة الإرهاب والتطرف جاء ذلك خلال لقاء جمع الاثنين على هامشي مشاركة السوداني في مؤتمر بيونخ للأمن تطرقا فيه إلى تأكيد دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الحالية والمسار الذي تنتهجه في تنفيذ برنامجها الحكومي وشهد اللقاء أيضا بحث علاقات التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وسبل توطيدها في مجالات عدة قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل إن الإقليم لا يزال يأمل في التوصل إلى حل وسط بشأن النقاط الخلافية مع بغداد مضيفا أن وفدا كرديا سيزور بغداد يوم الأحد المقبل وفي تصريح نقلته وكلة رويترز نفى عادل أن يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني هدد بسحب دعمه للحكومة مؤكدا أن هناك عقبات في طريق التوصل إلى اتفاق مع بغداد لكن هناك نية جادة وحقيقية من جانب حكومة الإقليم وهي تشعر بجدية السودان في مساعي حل تلك العقبات ونقل تقرير لرويترز عن نواب ومسؤولين أكراد قولهم إن للحزب الديمقراطي قد يسحب دعمه للحكومة الاتحادية إذا أخفق رئيس الوزراء في الوفاء بتعهداته بحل النزاعات بين بغداد وأربيل تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع داخل مول زيونة شرقية بغداد بيان للمديرية الدفاع أوضح أن الحريق اندلع في الطوابق العليا للمول داخل مطعم للأكلات السريعة مبينا أن الفرق أخلت العاملين والمتبضعين وأخمدت النيران من دون تسجيل إصابات أعلنت وزارة الخارجية إصابة 22 شخصا من أبناء جالية العراقية إثر الزلزال الذي ضرب تركيا المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف أشار في تصريح صحفي إلى أن الجانب التركي أبلغ الوزارة بمذكرة رسمية بنقل الجرح العراقيين إلى مستشفيات مختلفة فيما لفت إلى إرسال ثلاث طائرات إغاثة جديدة إلى مدينة غازي عنتاب مؤكدا أن العراق يواصل جهوده لتقديم أعلى مستويات الدعم لجارتين تركيا وسوريا هذا وسيرت بغداد ليلة أمس 13 طائرة محملة بمواد الإغاثة لضحايا الزلزال في تركيا نلقاكم بعد قل من ساعة على رأس الرابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة